بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب المجلس بذكر أيام العرب في الجهلية وفي الإسلام وفي مثل هذا المساء نستذكر قصة الراع النميري مع الشائر الكبير جرير ابن عطية أبي حزرة التميمي وهي قصة لها ما لها في تاريخ القبائل العربية ولا تكاد تذكر إلا ويعرف الناس معنى الشعر عند العرب هذه القصة أو هذه الحكاية وقعت لقبيلة هي من أشد القبائل العربية بأسا وهي قبيلة نمير وقد قال ابن الونان في قصيدته الشمق مقية مهلا على رسلك هادل مهلا على رسلك حادل أي نقي ولا تكلفها بما لم تطقي فإن كلفتها إلى أن قال كم خامل سمى به إلى العلاء بيت مديح من بليغ ذلقي مثل بني الأنفي ومثل هارم وكالذي يعرف بالمحلقي ثم بعد ذلك ذهب إلى ما يفعل الهجاء بالمهجو فقال وكم وكم حط الهجاء من ماجد ذي رتبة قعسى وقدر سامقي وكم وكم حط الهجاء من ماجد ذي رتبة قعسى وقدر سامقي مثل الربيع وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحرقي وقال الحدقي لكن الصواب أو الأصوب هي جمرات الحرقي هذه أمثلة للذين دمرهم الهجاء أو دمرهم شعر الهجاء هم الربيع مثل الربيع وبني العجلان وبني نمير بني نمير هؤلاء كانوا من جمرات العرب وجمرات العرب هي القبائل التي لا تحتاج في حربها إلى حليف لقوتها الذاتية لا تحتاج إلى حليف أبدا وقد قالوا إن جمرات العرب ثلاث بنو ضبت بن أدن بنو ضبت بن أدن وبني الحارث بن كعب بنو ضبت بن أدن وبنو الحارث بن كعب وبنو نمير فأطفئت الجمرتان الأوليان أطفئتا إذ تحالفتا وبقيت قبيلة واحدة لم تتحالف ولم تأخذ منها السيوف مأخذا وهي قبيلة بني نمير هذه القبيلة كان الواحد من أبنائها حين يسأل من أي القبائل أنت يقول مش مخرا رافعا أنفه أنا من نمير مفخما الميم رغم أن الميم عند العرب لا تفخم مضت هذه القبيلة على هذا العز زمنا إلى أن جاء المساء الذي نزل فيه الراع النميري وهو أحد أشعر شعراء مضر وكان من جلة قومه ومن رجالهم البؤساء هذا الراع النميري الشاعر نزل عند صديق له يسمى عرادة بالبصرة نزل البصرة عند صديق له يسمى عرادة وكان عراد هذا صاحبا للفرزدق صاحبا للفرزدق فلما نزل عنده طلب منه أن يقول شعرا يغلب فيه الفرزدق على جرير أي لما نزل الراع النميري على عرادة طلب عرادة حين أخذت الخمر رأسيهما في المجلس ليلا طلب عرادة من الراع النميري أن يقول بيتا من الشعر يغلب فيه الفرزدق على جرير فوسوس له الشيطان وقال بيتا كان فيه خراب قبيلته وخرابه هو قال يا صاحبي دن الرواح فسيرا يا صاحبي دن الرواح فسيرا غلب الفرزدق في الهجاء جريرا يا صاحبي دن الرواح فسيرا غلب الفرزدق في الهجاء جريرا جرير هذا هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي وهو أبو حزرة من تميم من قبيلة تميم رأس القبائل ورأت أمه حين كانت حاملا به رأت أنها تلد حبلا جريرا رأت أنها تلد حبلا فقالوا لها ستلدين حبلا من شعر فقالوا لها ستلدين الشعر العرب جرير هذا ناوشه ثمانون شاعرا فما ثبت له منهم إلا القليل منهم الفرزدق والأخطل إذن سافر الراع النمير إلى البصرة ونزل عند صديقه عراد وعراد أيضا من نمير فطلب منهم أن يقول هذا البيت فقال يا صاحبي دنى الرواح فسيرا غلب الفرزدق في الهجاء جريرا وأكرمه حين قال هذا أكرمه إلى والعرب من عادتهم الكرم حتى قال طرف فيما أذكر قال طرف نحن في المشتات ندعو الجفل ليس فينا آدب قد ينتقر ليس فينا آدب لا ترى الآدب فينا ينتقر نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر معنى هذا البيت قال نحن في الشتاء ندعو الجفل العرب كانت عندهم دعوتان الجفل والانتقار الجفل أن يأتي صاحب الدعوة صاحب المأدبة صاحب الطعام إلى الناس وهم مجتمعون فيقول كلكم مدعوون فهذه الجفل وكانوا يفخرون بها لا يدعو الجفل إلا الموسير الكريم إلى غير ذلك أما الانتقار فيختار من بين الناس ويقول أنا أدعو فلانا وفلانا وفلانا ويسميهم بأسمائهم أو أدعو بني فلان أو عائلة فلان إلى غير ذلك فيسمي قوما من القوم من الناس فقال هذا يفخر بقومه قال نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر ندعو الجفل ندعو كل الناس ولا ننتقر الآدب صاحب المأدبة قال لا ترى الآدب فينا ينتقر وقال في المشتات المشتات لماذا لأن الناس في الشتاء يتكلم عن المشتات يعني الشتاء لأن الشتاء يقل فيه الزاد عند العرب قديما العرب قديما كان الزاد يقل عندهم شتاء الفواكه والبقول إلى غير ذلك تقل شتاء ثم تزداد شراهة الناس للأكل قال لرغم قلة الزاد وشراهة المدعوين في الأكل إلا أننا ندعوهم جفلا فهذا من كرم العرب وكانت لهم في ذلك قصص حطائط وغيره من الكرم وحاتم الطائق وغيره فقلت أكرمه وقال هذا البيت فبلغ البيت جريرا وصل البيت إلى جرير فساءه ذلك فأتاه ركب إليه حتى جاء البصرة وقال له يا هذا إني وصاحبي هذا نتهاج منذ أربعين أنا والفرزدق نتهاج منذ أربعين سنة ونحن من قبيلة واحدة إني وصاحبي هذا نتهاج منذ أربعين وإني أنا الذي أحطب في حبلك لأني أمدح قومك وهو يهجوهم قال له أنا أمدح قومك بن نمير والفرزدق يهجوهم فكيف تغلبه علي؟ فما الذي أدخلك في هذا الأمر؟ وأنت لا يصيبك من غلبة الغالب منا شيء ولا يصيبك من مغلوبية المغلوب منا شيء فأقنعه بالأمر فأقنعه أنه أخطأ فوعده الرعي النميري عبيد بن حسين اقتنع بكلام جرير فوعده أن يذهب معه غدا إلى المربط إلى سوق المربط في البصرة وأن يعترف له بأنه أخطأ في حقه في هذا البيت الذي غلب فيه الفرزدق عليه وتوعد المربط فلما أصبح ذهب إلى المربط ذهب إلى المربط فجاء الراعي النميري على بغلة له وجاء خلفه ابنه جندل على مهر له أحوى يعني المحدوف الذنب أو مقطع الذنب هذا المهر الأحوى الذي جاء عليه ابنه جندل ابن الرعي النميري فلما رأى جندل رأى أباه قد تواعد صلحا مع جرير جاء ركض نحوه بمهره أو أركض نحوه مهره يقول له ما تريد من كلب بني كليب هذا ماذا تريد من جرير ما الذي تريده من جرير وضرب البغلة فسكت جريرا فأوقعته أرض فأوقعته أرضا وطرحت قل سوته على الأرض فرفع الرعي النميري علم أن ابنه ركب صعبا فقال له لقد طرحت قل سوته أي عمامته طرحة مشؤومة هذه القل سوى التي وقعت وقعت وقعة مشؤومة علينا جميعا قال يعني الجرير قال لو أن الراعي النميري عرج علي لقلت أن ابنه سفيه وأخطأ لكنه ما عاج علي أبدا فعلمت أن أمره أمر ابنه لو أنه أخذ بيدي لو أنه حملني لو أنه عرج علي لقلت أن الأمر السوء في ابنه فقط لكنه ما عاج علي يعني ما مال حتى علي ونظر إلي فلما جاء قلت فلما جاء المساء ذهب جرير وبه من الهم ما به ذهب إلى راويته الحسين وقال له يا حسين الليلة ارفع لي باطية من نبيه قال هذا بعد أن صلى العشاء طبعا صلى العشاء وقال له ارفع لي باطية من نبيه يعني حذر لي باطية قلة من الخمر ارفع لي باطية من نبيه وزيد في دهن سراجك الليلة زيد في زيت سراجك لأن الليلة سيطول بنا وقال له وأكثر الألواحك وأكثر الألواح التي تكتب فيها فسأله هذا الحسين علم أن الأمر جد فقال له ما وراءك يا جرير فقال لألحقن نميرا بالمطفأتين من القبائل قلنا أن جمرة العرب ثلاث هي بني ضبا بن أد وبني الحارث بن كعب وبني نمير بن عامر فقال له لألحقن نمير لأطفئن نمير لألحقن نمير بالمطفأتين من القبائل من جمرة العرب هذه القبيلة نمير لم تطفئها السيوف الجيوش الجرارة لم تطفئها ورغم ذلك يقول جرير أنه سيطفئها قالت عجوز أطلت عليه من كوة في البيت هو كان نازلا كان نازلا عند الحسين راويته بات عنده قالت عجوز كانت تطل عليه من كوة في البيت قالت رأيته عريانا يحبو على فراشه يهمهم وَبِهِ مِنَ الْهَمِّ مَا بِهِ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ وَقْتُ الصَّحَرَ ليلة كاملة فَلَمَّا أَنْ جَاءَ وَقْتُ الصَّحَرَ إِذَا هُوَ يُكَبِّرَ يقول الله أكبر ثم يملي على الحسين ما جادت به قريحتها هذه الأبيات يقول أقل اللوم عاذل والعتابة وقول إن أصبت لقد أصابا قرنت العبد عبد بني نمير مع القيناء إذ غلبا وخابا أنا البازي المدل على نمير أتحت من السماء لها صبابا إذا علقت مخالبه بقرن أصاب القلب أو حتك الحجابا فلا صلى الإله على نمير ولا سقيت قبورهم السحابا ولو زنت حلوم بني نمير على الميزان ما بلغت ذبابا إذا غضبت عليك بني تميم حسبت الناس كلهم غضابا إلى أن يقول فغض الطرفا إنك من نمير فلا كعبا بلغتا ولا كذابا فغض الطرفا إنك من نمير فلا كعبا بلغتا ولا كلابا هذه القصيدة هي التي قضت وأطفأت نميرا وللعربي في الشعر ما ليس لهم في السيف ولهذا كان في القديم رجل يسمى ضمرة ابن ضمرة ضمرة ابن ضمرة هذا كان يغير على حواشي وعلى تخوم مملكة النعمان بن المنذر والنعمان بن المنذر هذا الذي جبع له الله ملكا عظيما وكان هذا الرجل ضمرة بن ضمرة يأتي فيغير على ملك النعمان ويثير فيه الفوضى فطلبه النعمان بن المنذر فلم يظفر به فأمنه ووعده بألف ناقة إن جاءه فجاءه ضمرة ابن ضمرة فقال لما رأاه النعمان قال لئن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه المعيدي نسبة تصغير إلى معد لم يقل لئن تسمع بالمعدي ولكن بالمعيدي أي صغره لما رأى من نحافة جسمه ومن لطافة رسمه فقال لئن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فقال له أبيت اللعن أيها الملك إن الرجال لا توزن لا تكال بالقفزان إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان وليست بمسوك فيستقى فيها وليست بقرب مسوك قربة وليست بمسوك يستقى فيها ولكن المرأة بأصغريه لسانه وقلبه فإن قال قال ببيان وإن جال جال بجنان وإن صال صال بجنان فإن قال قال ببيان وإن صال صال بجنان فقال له والله ما سودك قومك يعني ما جعلوك سيدا ما ست قومك عن قلة ما ست قومك عن يعني ست قومك بهذه الخصال العظيمة الرجال قد يعظمون قد يعظم الرجل فيصير أهم من قبيلة وقد تصغر قبيلة فتصير أهون من رجل لذا كان أكثر بيت في رثاء أرثى بيت قالته العرب هو قول ذلك الشاعر عن قيس بن حاصم منقري رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي بسط لهنب صلى الله عليه وسلم بردته وقال أهلا بسيد أهل الوبر هذا التميمي العظيم قال أهجى أو أرثى بيت قالته العرب قال فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم قيس بن عاصم منقري هذا قال لما مات لم يكن هلك قيس هذا هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم هذا لعظمته وكذلك اسم الرجال وتسم الأمم بالعلم وبالشعر وقد تقع وقد تنزل قيمتها إذا فقدت مثل ذلك فلما قال ذلك كبر ثم قالت هذه المرأة وهي تروي ما تراه قالت فلما بلغ هذا البيت وقاله كبر ثم أخذ ثوبه فوضعه بين ركبته لبس ثوبه فيما بعد أخذه لبسه وضعه بين ركبته وقال أخذيتهم ورب الكعبة أخذيتهم نلت منهم أخذيتهم ورب الكعبة فلما أصبح الصباح ذهب إلى المجلس الذي فيه شاعر نمير لهو الراعي النميري وقرأ هذه القصيدة كاملة فقام الراعي النميري مذهولا وأراد أن ينقضه في قصيدته هذه بقصيدة أخرى فخاب لم يستطع فقال لقومه الراعي النميري قوموا لقد فضحكم والله جرير قوموا لقد فضحكم والله جرير وأراد أن يرد عليه فما استطاع إليه سبيلا فقال له قومه لقد فضحنا بشؤمك وشؤم ابنك جندل أنت الذي أوصلتنا إلى هذه المواصل هذه القبيلة بعد أن كسرها فغضت طرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا بعد ذلك صارت هذه القبيلة إذا سئل أحدهم ممن أنت لا يستطيع أن يقول أنا من بني نمير لأن الناس يتذكرون بيت جرير فغضت طرف إنك من نمير فصار الواحد منهم لا يقول أنا من بني نمير ولكن يقول أنا من بني عامر بن صعصعة أي يرفع إلى جده لأن نمير بن عامر بن صعصعة فكان يسقط أباه ويرفع إلى جده فيقول نحن من بني عامر بن صعصعة الواحد من العبدان هذا عبد كان يذهب يتردد على سوق البصرة في البصرة عبد يتردد على سوق البصرة وكان بني نمير يؤذونه شباب من بني نمير كانوا يؤذون هذا العبد فطالما شك إلى قومه قبل ذلك قبل أن يقول جرير قصيدته طالما شك هذا العبد إلى قومه إلى أهله إلى مالكيه أن بني نمير يؤذونه فلما جاءت قصيدة جرير جاء هذا العبد وشكى إلى أهله إلى مالكه فقالوا له إن آذوك فعيرهم بقصيدة جرير قال ما أقول قالوا له قل فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا لكن هذا العبد لا يحفظ الشعر وليس له في العربية لسان ولا بيان فذهب كعادته إلى السوق فآذاه ناس من بني نمير فنسي أراد أن يقول لهم فدسي البيت فلم يتذكر البيت فقال له غمض وإلا جاء كما تكره ففهموا منه ذلك وغضوا الطرفة وكانت الجارية مرأة عرابية تمر في البصرة فجعل رجال من بني نمير يطيلون النظر إليها فقالت لهم استدارت إليهم وقالت توبقهم تبا لكم يا بني نمير تبا لكم يا بني نمير لا قول الله تمثلتم حين قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا قول جرير حين قال فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغتا ولا كلابا هذه القصة من القصص العظيمة التي تدل على عظمة الشعر وعلى مكانة الشعر عند العرب أقول هذا القول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة